هنروح طبعا لوزارة الشباب ورياضة الوزير دكتور أشف صبحي قاعد مع رئيس اتحاد الدراجات طب ليه؟ انتعارفين طبعا مصر دلوقتي بقت قبلة البطولات العالمية والقرية والإقليمية وكل شيء طبعا دكتور أشف صبحي قاعد مع دكتور وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات عشان يناقشوا آخر الساداتات مصر استضافة بطولة العالم لناشئين للمدمار واللي هتستضيفها مصر شهر 9 اللي جاي بإذن الله مصر هتستضيف أكتر من بطولة للدراجات خلال السنة دي يعني احنا بنستضيف دلوقتي بطولة أفريقيا دلوقتي في بطولة أفريقيا بتتلعب للدراجات طريق واللي بتتلعب في مدينة الشيخ زايد في الفترة من 2 ل 6 مارس الحال عندنا كمان بطولة أفريقيا كمان أسبوع واتبقى للمدمار على مدمار استاد القاهرة الدولي في الفترة من 10 لحد 13 مارس ادي بطولتين في مارس طيب وعندنا بطولة عالم للناشئين في شهر 9 طب بطولة أفريقيا اللي جاي كمان أسبوع كم دولة هتشارك وأكدوا مشاركتها 15 دولة أفريقية مصر الجزائر المغرب السودان تنزانيا أثيوبيا رواندا أغاندا بروندي ملاو والكنغو الديمقراطية وكوديفور وفنين وجنوب أفريقيا وبركينا فاس 15 دولة أكدوا وصولهم طبعا لمصر وأنهم هيجوا يشاركوا طبعا في البطولة وخلينا أقول لكم أنه الدرجات اللعبة يعني مش زيما الناس فاكرة أن الموضوع سهل لا موضوع صعب جدا ودول أوروبا بتنافس فيها بشدة ولكن بتهيألي بعد البطولات دي وارد جدا أن مصر يطلع عندها طبعا مجموعة جيدة جدا مستبقين والمتسابقات كمان نقدر بيهم نحق مدلية دولية أو أولمبية اشتركوا في القناة